بتستخدم الميكاب عشان تداري أي مشكلة ممكن تكون طرقة في الجلد وقلنا ده لا يمنع أبداً أن احنا نمشي في طريق العلاق دي اسمها كاموفلاج والكاموفلاج ده برضو أخواننا في الفنون الجميلة أعتقد أعتقد ده بيعود يدرسوه سنة بحالها يعني الكاموفلاج ده من أهم الحاجات اللي بتبقى ضروري بمتقننها الجماعة بتقعد ديكور والكاموفلاج ده شغلته أنه بيخبي يبقى الكاموفلاج ده إيجاد نفس لون الجلد ده مهم يعني ضروري يبقى بني فاتح وبيبقى بحاجات كتيرة خالص لغاية ما يعرف يجيب اللون الصح يعني على رأيك بس ده ما يمنعوش أنه يكمل علاجك لأنا لازم طبعا أشوف المشكلة إحنا عندنا إكزايمر الليزر إكزايمر ده من الحاجات المهمة أوي 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 بنعالجها ومن الصبح بنحط كورتيزونة على خفيفه بالليل التكروليماس أو التي سي آي دي بنسميها بالليل علشان الدنيا تتحسن خالص ويبتدي ياخد لون منين حياخده من اللي على جنبه من البردر البردر الحدود بتاعة البوتشة البيضة هي دي المصدر بتاع اللون ينفع أن أنا أحجم البوتشة أو البققها دي يا دبتور ينفع أن أنا أسيطر عليها هو كلمة سيطر عليها دي شوفها بتديت أشك أنت بخلص طب بساعد معايا كنت مسيطر عليها دي كلمة علمية اللي هي بندي كورتيزون إمتى لما يقول لك أكتف يعني لما البوتشة دي أكتف يعني بتمتد وبتجبر فضروري أوقف الانتشار كلمة السيطرة دي ضروري أديها إيه أديها بالزبط آه دي حاجة مهمة أو شوف نمر واحدة هي عشان الفنانين أو الراجل بتاع الدكور اللي كان في الفيلم تمثيلية هنا أدي هنا بابيلاترالوسيمتر كان مش شجرة النقطة التانية اللي مهمة أوي إنها ده بتدت تنقط بني جوه الحتة هنا يعني ده بيقول إن في في تحسن في تحسن آه ده نقطت طيب فيه ثلاث أنواع تحسن هنا ندعت ندعت عارف أنت النقطة اللي يقول لك لما نلاقي الزمالك يعنيش دعوة لما كدت تدخل في جن وإنه هب الزمالك والأهل والأهل الاثنين عشان عندنا ناس هنا حلوة وناس هنا حلوة ابتدت تنقط هي نفس الحكاية هنا ابتدت تنقط لك نخد بالك الراجل ده بيتحسن إزاي نمرة واحد لقناها ابتدت تنقط بني منين ده من الفوليكل بتاعة الشعر من اللي هي الشعر نمرة اثنين وثلاثة واربعة في بوتشة تانية تيجي من الجم من كده تبتدي تغماء هي ده خد بالك ده عمل ابتدت تنقط يا شاب يعني ابتدت تنقط في النص نفس لون الجسم لا تالت نوع من التحسن اللي هو أنا في رأيي أو حشهم اللي هي تاخد لون للبوتشة كلها لون فاتح يعني اللي هي ديفيوز الراجل اكثر الناس على فكرة اشتغلت في الموضوع ده بعد مصر طبعا وده منظر بايلاتر استاذنا الله ارحمه الاستاذ الدكتور المفتي عم منعم المفتي يعني قمة من قمم الامراض الجلدية اللي ارحمه طبعا واستاذنا ابنه منكمل المشوار الدكتور متحة المفتي وعندنا جمعية هنا في مصر للبهان انما اللي عايز اقوله لحضرتك ان عم منعم المفتي هو اللي اكتشف من نبات الخيلة الشيطاني وا 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 وشوف هنا ده هنا زي هنا هنا يعني هل دي دكتور بدأت تتعافى ولا ده مرحلة مبدئية الصورة دي مالها ابتدت بص بص كمان على البردر بص على الحروف يا شام لقياها ابتدت تغماء يعني ابتدت تغماء وجوه ابتدت تنقط هي ما كانتش كده اللحاك دي بتتعافى بتتعافى دي ابتدت تتعافى بص حاك قلتلي يعني العلاج هو بيطول شوية طبعا سنتين ثلاثة سنتين وكده فمنع اللي انت قلت هولي كلمة ما شاء الله اللي هي بيحط الميكب ده مش معنى كده ان يوقف علاج خال انما ده بيكمل العلاج بالميكب ده معلش بتبقى فيه ساعات الاطفال غلسة مع بعض في الفصل ايه ايه محمود اللي عندك ده ايه مش عارف ايه ايه اللي عندك ده فالواد يبتدي مايروحش المدرسة اه اه فالهاندلنج بتاع النفساني بتاع المواضيع ده هل ده الاثر النفسي ده ممكن يزود المرض يا دكتور جدا يزوده جدا بابا اقول لك انا طب يا ريت بس الناس نحافظ على كلامنا جماعة ارجوكم اه صح لان الكلمة ممكن بتودي شخص في منطقة تانية وحط نفسك مكانه ده اللي احنا دايما بنتكلم فيه لان فكرة التنمر او الاستظراف والاستخفاف لا والتنكيت على حد مريض يا سلام بلاشها دي والله يبلاش في كل الاحوال يعني انا لو هي دي بس اللي حقولها النهاردة يبقى التنمر يا جماعة مأولى لها معنى خالص احنا ان ديهم موديل لناس نجحوا وهم عندهم كده